استدعى الأمين العامل وزارة شؤون الخارجية والجلية الوطنية بالخارج رشيد شاكيب غايد سفير الفرنسي بالجزائر لاختاره باعتراض رسمي من قبل الحكومة الجزائرية بعد قرار أحدية الجانب من الحكومة الفرنسية والقادي بغفظ عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين وهو ما أثر سلبا على جودة وانسية بحركة الرعاية الجزائريين في فرنسا وكشفت وزارة شؤون الخارجية في بيانها أن هذا القرار الذي تم دون تشور مسبق مع الجانب الجزائري قرار شاد وأحدث دجة إعلامية تسببت في ارتباك وغموض حول دوافعه وأصلت رشيد شاكيب غايدة ضوء على المكانة المركزية للعنصر البشري في العلاقات الجزائرية الفرنسية مشددا على الحاجة إلى إدارة متوازنة وشفافة وفقا للأحكام القانونية التنائية والعالمية لظاهرة تنقل الأشخاص وأضف البيان أن قرار فرنسا يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان ترجمة نانسي قنقر